يبقى زوجتك نعمة هتشوفها نعمة إذا عرفت إن انت الجواز مش كي عشان تتمتع وتتلزز و بس الزواج جاي عشان ترتقي تخيل كده عشان بس إنها فهم دور الزوج والزوجة مع بعض إيه الزوجة جات للشخص وهي مختلفة معاه مختلفة في نمط الشخصية معاه وهو مختلف معاه فهي مثلاً انتروفيرت يعني شخص بيتشحن من الداخل فبيحب يقعد مع نفسه وما بيحب الشي بقى عنده صدقات كتيرة بيحب يركز في بيته وهو إكسروفيرت راجل عنده علاقات يحب الاجتماعيات أو العكس ربنا حاطت ده إزاي؟ إزاي أشوف ده نعمة أنا أشوف ده نعمة لما أشوف ربنا بيوسع علي حياتي بشريك حياتي إزاي؟ لما لاقي إن شريك حياتي لو إن هو شخص بيتوتي أشوف بيجذبني إلى مفهوم الأسرة وإن أنا أقوم بواجباتي تجاه أسرتي لأن أنا بنتقل من مرحلة من مرحلة إن أنا شخص منفرد لو بيسموه سنجل إلى مرحلة الشخص المسؤول فربنا لما يجعل زوجتي كده يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى هي قيمة إضافية لي وكذلك هو الحياة مش هتفضل أنا عندي أولاد هيروحوا المدارس فأنا لو فضلت أفلع عليهم الأولاد هايجلهم حالة من حالات الأهشاشة اللي هيعظام الاجتماعية فما يقدروش يعيشوا في المجتمع بيحصل؟ ياه ده أكتر حالة بتحصل دي الست تفضل تقفل تقفل على أولادها لغاية أولادها ما يقدروش يعملوا أي ما عندهمش أي مهارات اجتماعية طب والحل يبقى ده إضافة لده ولذلك يقول تقول الدراسات كده إن زواج الناس المتنوعين اللي بينهم اختلاف بيكون أكثر بقاءا ليه؟ لأن هما لو جاء هما يكربون زي بعض فيهم واحد عايستغنى عن التاني ويحس منه بالملل ويهوره ويدور على حد يمثله قيمة إضافية حد بيسمعه فيقول له أراء مختلفة حد يكون سنده لما يقدم له أطروحات جديدة ويوسع له حياته إذن إحنا مش لازم يكون معنا حد شبهنا ولا لازم إحنا إن بنحب حد أو يكون زوجنا لازم يكون مفوش عب لا الناس إحنا مش بنعيش مع بعض إن إحنا ملايكة إحنا بنعيش مع بعض لأعشان إحنا نقدر نعيش مع بعض بالرضا ترجمة نانسي قنقر